تحت رعاية غبطة الكاردينال في الباتيسة بات سبالة بطرير في القدس للاتين اختتمت اعمال مؤتمر القانون الكنسي للمحامين في منطقة البحر الميت الذي اقيم للسنة الحادية عشر من قبل المحاكم الكنسية اللاتينية في القدس عمان والناصرة تحت شعار نحو ثقافة قانونية كنسية الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عميد محكمة الاستئناف العليا في الباتيكان رئيس الأساقفة ورئيس المجلس القضاء الأردني والسفير الباتيكاني في الأردن بحضور حجدا من الأساقفة والقضاة والكهنة ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الدكتور رمزي خوري والسفير الفلسطيني لدى الباتيكان عيسى قسيسية ورئيس العام لراهبات الوردية الأم صوفي حتر كما شارك في المؤتمر ما يقارب مئة محام ومحامية وقاد من الأردن وفلسطين والجليل ولبنان ومصر والعراق بالإضافة إلى خبراء قانونيين من الباتيكان وكانت قد اختتمت في البحر الميت في وقت سابق دورة لقضاة المحاكم الكهنسية الكاثوليكية في البلاد العربية اشتركوا في القناة